السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحبكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثاني المتوسط في مادة لغتي عنوان درسنا المفرد والجمع في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى إرشادات التعليم عن بعد أولا أجلس في مكان هادئ دائما أحرص على أن أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح أحرص دائما على أن يكون جلوسي جلوسا صحيحا وجلوسا مريحا كذلك وأيضا أحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي فأحضر كتابي ودفتري أقلامي الرصاص مساحتي وبرايتي وألواني أحضر جميع أغراضي كذلك أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ حتى أفهم الدرس وأستوعبه جيدا وأتابع درسي حتى نهايته حتى أفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا المفرد والجمع لدينا هدف عام هدفنا العام هو أن يعرف الطالب والطالبة المفرد والجمع كذلك لدينا أهداف خاصة هدفنا الخاص الأول هو أن يتعرف الطالب والطالبة على المفرد والجمع وثانيا أن يذكر الطالب والطالبة المفرد والجمع في الجمل وثالثا أن يستخرج الطالب والطالبة المفرد والجمع من الصور ورابعا أن يحول الطالب والطالبة الكلمات من مفرد إلى جمع والعكس المفرد والجمع ماذا نعني بكلمة مفرد؟ وماذا نعني بكلمة جمع؟ مفرد وجمع تعونا نرى لدي مسجد أسميه مسجد فهو مسجد واحد ولدي في الجهة الأخرى مسجد مسجد آخر ومسجد ثالث هل أطلق عليهم مسجد؟ كلمة مسجد تستخدم للمسجد الواحد ولكن هنا لدي أكثر من مسجد ماذا أطلق عليهم؟ أحسنتم أسميه مساجد لدي هنا مساجد مساجد كثيرة هنا لدي مسجد مسجد واحد كلمة مسجد تدل على المفرد والمفرد هو للشيء الواحد ولدي هنا مسجد واحد إذن مسجد تدل على المفرد في الجهة الأخرى لدي مساجد مجموعة من المساجد مساجد كثيرة أطلقت عليها مساجد كلمة مساجد تدل على الجمع كلمة مساجد تدل على الجمع مجموعة من المساجد الجمع هي كلمة مساجد مساجد كثيرة والمفرد هو كلمة مسجد مسجد واحد هيا نرددها مسجد أحسنتم تدل على المفرد هيا أنطقوها مفرد رائع ولدينا كلمة مساجد هيا كررها مساجد أحسنتم كلمة مساجد تدل على الجمع هيا أنطقوها جمع رائع جدا بعد أن عرفنا الفرق بين المفرد والجمع وأن المفرد هو للشيء الواحد والجمع هو لمجموعة كثيرة من الأشياء دعونا نرى لدي هنا صورة لولد واحد ولدي في الجهة الأخرى ولد واحد أم أولاد كثيرون أين المفرد وأين الجمع أين الصورة التي تدل على المفرد على الولد الواحد أحسنتم هذه الصورة تدل على المفرد ولد ولد واحد واتفقنا أن المفرد هو للواحد وهذا ولد واحد ولد تدل على المفرد بينما هنا لدي أولاد كلمة أولاد مجموعة من الأولاد كلمة أولاد تدل على الجمع جمع كما نرى في الصورة مجموعة من الأولاد هنا نسميه ولد 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 تدل على المفرد هيا أنطقوها ولد أحسنتم وهنا أولاد أولاد تدل على الجمع هيا كرروها أولاد أحسنتم رائع جدا لدي هنا صورة لبنت بنت واحدة إذن تدل على ماذا كلمة بنت أحسنتم تدل على المفرد بنت مفرد في الصورة المقابلة وهيا نردد الكلمة التي تدل على الجمع بنات أحسنتم بنات رائع جدا هيا نقرأ الجملة ونستخرج المفرد منها زراعة نبتة جميلة والجملة الثانية في المزرعة نباتات كثيرة كلمة نبتة وكلمة نباتات أين هي الكلمة التي تدل على المفرد حتى نضع حولها دائرة هل هي كلمة نبتة نبتة واحدة أم نباتات كثيرة أريد المفرد المفرد يدل على الشيء الواحد وكلمة نبتة تدل على نبتة واحدة إذن هي المفرد أضع حولها دائرة وأيضا أنطقوها نبتة أحسنتم كذلك أنطقوا الجمع نباتات أحسنتم هيا نرى مثالا آخر أريد الجمع من هذا المثال هيا نقرأ الجملة الأولى تغرد العصافير صباحا والجملة الثانية وقف العصفور على غسن الشجرة أين الجمع؟ الجمع هو لمجموعة كثيرة في الجملة الأولى لدي كلمة العصافير عصافير كثيرة والجملة الثانية كلمة عصفور العصفور أي عصفور واحد أين هي الجملة الكلمة التي تدل على الجمع؟ أحسنتم كلمة العصافير هيا أنطقوها العصافير ممتاز وأنطق المفرد منها العصفور تائع جدا هيا نستخرج أيضا المفرد ولكن نقرأ المثال أولا في المدينة جبل كبير رأيت جبال شاهقة أين المفرد؟ كلمة جبل جبل واحد أم جبالا كثيرة؟ جبال كثيرة أين هو المفرد؟ أحسنتم كلمة جبل جبل واحد هي التي تدل على المفرد نضع حولها دائرة هيا ننطقها جبل ممتاز وأيضا ننطق الكلمة التي تدل على الجمع جبال رائع جبال ممتاز جدا هيا نستخرج الجمع أربط حزام الأمان عند ركوب السيارة والجملة الثانية تقف السيارات إذا كانت الإشارة حمراء دائما إذا ركبت السيارة أربط حزام الأمان إذن أحرص دائما على حزام الأمان أين الجمع؟ هل هو كلمة السيارة أم السيارات؟ الجمع كلمة السيارة سيارة واحدة إذن هي تدل على المفرد ولكن أريد الجمع أين هو؟ رائع كلمة السيارات تدل على سيارات كثيرة هيا أنطقوها أنطقوا الكلمة التي تدل على الجمع السيارات ممتاز وأنطقوا الكلمة التي تدل على المفرد السيارة أحسنتم لدي الآن نشاط صغير هيا نذهب إلى صبرتنا ونقرأ نشاطنا أرسم خطا أسفل الكلمة التي تعبر عن الجمع أين هي التي تعبر عن الجمع؟ كلمة طالبة طالبة واحدة أم طالبات طالبات كثيرات الجمع هي كلمة أحسنتم طالبات أرسم أسفلها خطا طالبات أنطقوها طالبات ممتاز هيا نرى مثال آخر أريد الجمع من كلمة هل هي كلمة طبيبة طبيبة واحدة أم طبيبات طبيبات كثيرات أحسنتم الجمع هو طبيبات كلمة طبيبات أضع أسفلها خطا هيا أنطقوها طبيبات رائع جدا هيا نعود لشاشتنا ونرى نشاطا آخر النشاط رقم أربعة استخرج المطلوب من الصور التالية ثم اكتبه في الفراغ المناسب الصورة الأولى الصورة التي تدل على المفرد هي صورة ما هي الصورة التي تدل على المفرد على الشيء الواحد أحسنتم صورة الساعة ساعة واحدة تدل على مفرد شيء واحد أما السؤال الثاني أو الطلب الثاني الصورة التي تدل على الجمع هي صورة ماذا؟ ما هي الصورة التي تدل على الجمع من بين هذه الصور في الأخير أحسنتم صورة الأطفال صورة الأطفال أطفال كثيرون هي التي تدل على الجمع اكتبوها في مكانها الصحيح بخطكم الجميل والمرتب لدي في الأخير توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة والحرص على جلوس الطالب والطالبة بالطريقة الصحيحة كذلك مساعدة الطالب والطالبة على حل الأنشطة وتعزيز وتشجيع الطالب والطالبة ومساعدة الطالب والطالبة على نقل أثر ما تعلمه وتعميمه في مواقف مشابهة وتفكيره بما تعلمه بشكل مستمر للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته